السلام عليكم ماشي في أمان الله بدون أي سبب أو قاعد على الكرسي وفجأة بدأت تقوم بدأت تحس وتسمع صوت طرقعة في رجليك أو بالأخص في مفصل الفخذ هكلمك النهاردة إن شاء الله عن سبب الطرقعة من الأساس وسبب الطرقعة بالأخص في مفصل الفخذ والعلاج وأفضل تمرين تقدر تعملها لحل المشكلة دي بشكل كبير جدا بإذن الله تعالى تعالى رفتولي ده إن شاء الله النهاردة على مدار الحلقة عالك دكتور أحمد الشامي دكتور علاق طبيعي لو أنت قول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل لايك نفس الكلام اللي تقولولك كل مرة اللايت هو مسألة شكرا اللي أنت بتقدمها لي مبدئيا لازم تعرف إن العضلة بيكون ليها بداية وليها نهاية لما بداية العضلة ونهاية العضلة يقربوا البعض أو بين قصين يحصل انقباط في العضلة بتبدأ الحركة تحصل لو العضلة دي معدية من فوق عضمة والعضلة دي بدأت تعمل احتكاك وتحك مع العضم بيبدأ يحصل لي صوت الترقعة طيب جميل فهمة الترقعة من الأساس طب عندي أربع أماكن مشهورين جدا جدا بيحصل فيهم الموضوع ده أولا في الجزء الخارجي من مفصل الفخز أو بيعدي من فوق عضمة كبيرة شوية وبنحسها على نفسنا بتبدأ تعدي من فوقها وتحس بألم فيها أو وطر عضلة الاليوزواص ماصل كله كلام طب شوية ولكن بالصور انت بدأت تتخيل الأماكن لأن معا بالتبعية هتبدأ تحس بألم في المناطق دي فساعتها تكون عارف آه لا ده أنا عندي المشكلة دي رقم واحد لا المشكلة التانية رقم اتنين أو العضمة نفسها مفصل الفخز نهايته قورة أو بول البول بتدخل جوه مفصل الفخز أحيانا البول دي بتكون هي سبب المشكلة أو يحصل لي قطع في الغضاريف اللي مغطية القورة أو البول وبالتالي تعمل لي مشكلة جوه لم يفصل نفسه دول الأربع حاجات اللي أنا بشوفهم طيب علاج المشكلة إيه مبدئيا أول وأهم نقطة إنك بتقلل الحركة أو بتقلل النشاط وبتعدل من حركتك فلو انت مثلا متعود إنك تجري مسافات طويلة بتمشي مسافات طويلة بتقعد على كرسي وتقوم منه بسرعة في مهام شغلك لا إحنا نحاول نقلل من الموضوع بشكل كبير بالإضافة إن لو فيه ألم بنبدأ نحط تلج وطبعا عارف وإنت عارف وأنا عارف ولو بتتابع الحلقة تتبقى عارف بنحط التلج إزاي مش بنحطه مباشر على مكان الألم إحنا بنعمله كنظام مساج إنك بتحرقه على مكان الألم بتعمله لمدة عشرين دقيقة مش متواصلة بتعمله أربع دقايق كمساج وبتريح دقيقة عن طريق أنك بتمسح مكان الماء اللي تكونت أو تجمعت وبعدين أربع دقايق وتمسح دقيقة أربع دقايق وتمسح دقيقة أربع دقايق وتمسح دقيقة مجموعهم عشرين دقيقة بالإضافة إن إحنا ممكن نبدأ ناخد مسكنات ألم لتقليل الألم طبعا مش من دماغك بتكون تحت إشراف طبيب بشري مش من دماغك المسكنات من دماغك أو من عند الصيدالي كده وخلاص الصيدالي ينتحس بألم خد مساكن مصيبة 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 على المدى البعيد فلازم أي علاج بتاخده يكون تحت إشراف طبيب طيب جميل عاوزين بقى نتكلم على التمارين هنقسم هنا التمارين لشقين شق استطالة وشق تقوية بالنسبة لتمارين الاستطالة التمرين الأول وهو تمرين استطالة للعضلة الخلفية أو الهامسرينج مصل الفكرة كلها إنك بتقعد هاف نيلينج أو بتقعد بالشكل اللي انت شايفه ده الشكل ده احنا عارفينه كتير الرجل اللي قدام دي لأ احنا هنفردها لقدام ونبدأ نميل بجسمنا لقدام لحد ما تبدأ تحس بشد في العضلة الخلفية دي وبتزلط في الموضوع ده 30 ثانية بتعمل الموضوع من 3 ل 5 مرات في اليوم طيب تمام وزال فل وقادر عمله وما فيش مشكلة بنبدأ نصعبه درجة بنبدأ نخلي الاستطالة أصعب شوية عن طريق إنك بتخلي مشت رجلك تشده عليك وانت بتعمل التمرين هتحس باستطالة أكتر هتحس بشد أكتر وهتزبط في الموضوع ده 30 ثانية بتعمل الموضوع ده من 3 ل 5 مرات في اليوم بالنسبة لتاني تمرين وهو عبارة على إنك بتقعد عادي خالص رجلك الاتنين قدامك وبتحط رجل على رجل وبتحميل بجسمك عليه لقدام بحيث تحس بشد في البايريفورماصل أو في خط كده مكان ما بتحط محفظة جيبك من وراء أو مكان الجيب اللي وراء في النص بالزبط في نص المؤخرة هتبدأ تحس بشد فإحنا كده بنستهدف العضلة الصح وبتميل بجسمك لقدام وبتثبت في الموضوع ده 30 ثانية وبتعمل الموضوع ده من 3 ل 5 مرات في اليوم التمرين الثالث وهو تمرين استطالة للعضلات الأمامية أو الكوادرسبس مصل هو عبارة على إنك بتقف ويفضل تمسك في حاجة مش عاوزك تقف كده وخلاص علشان ما تقعش هتبدأ تقف تمسك في عصاية تسند على الحيطة تمسك في كرسي ورجليك بتمسكها من وراء وتشد بالشكل ده وبتثبت لمدة لا لحظة لحظة قبل ما تثبت عاوز أكد لك نقطة مش عاوز رجليك تكون ميلة لقدام مش عاوز رجليك تكون طالعة لقدام أنا عاوز رجلك 90 درجة موازية لرجلك التانية وتشد بتبدأ تحس بشد في العضلات الأمامية بتعمل الموضوع ده المدة 30 ثانية بتعمل الموضوع ده من 3 ل 5 مرات في اليوم التمرين الرابع وهو عبارة على إنك بتنام على ظهرك بالشكل اللي انت شايفه ده وبتبدأ تشد ركبتك في اتجاه كتفك اليمين ركبتي الشمال في اتجاه كتف اليمين ركبتي اليمين في اتجاه كتف الشمال أنا عاوز ركبتي تتجه في اتجاه دياجونال في اتجاه قطري ناحية الكتف العكسي كأنها عاملة زاوية 45 درجة عكس التمرين اللي فات عن طريق النوة كان مستقيم لأ أنا عاوز فيه زاوية وانت بتطلع وبتزبط في الموضوع ده 30 ثانية بتعمل الموضوع ده من 3 ل 5 مرات في اليوم دي بالنسبة لتمرين الاستطالة نركز ان تمرين الاستطالة لها قاعدة معينة 30 ثانية من 3 ل 5 مرات في اليوم اقل من 30 ثانية مش هتكون فعالة ابدا بالنسبة لتمرين التقوية التمرين الاول هو عبارة على انك بتقعد وضعية الكات بوزيشن او وضعية الطفل لما يجي يسحف وهأكد لك على النقط اللي بأكد لك عليها كل مرة انا عاوز رئيديك مفروضة قدامك عن طريق ان الكتف مع الرست عاملين زاوية 90 درجة لا الكتف القدام ولا الكتف الورا ونفس الكلام منطقة الحوض الحوض عامل زاوية 90 درجة مع الركبة 90 درجة اللي اتنين ونزلين مع بعض وبنبدأ نخلي رجلنا اللي وراء اليمين او الشمال ايا كان تبص للسقف بطن رجلك يبص لفوق وبتبدأ تطلع لفوق وتعدلي عدات 10 ل 12 مرة من 3 ل 5 مرات في اليوم بالنسبة للتمرين التاني من تمرين التقوية وهو عبارة على انك هتنام على الجنب اليمين او الجنب الشمال ايا كان الجنب طبعا احنا بنشتغل على الجنب اللي في المشكلة فاحنا بنشتغل على اليمين او على الشمال ايا كان وبتبدأ تخلي رجليك اللي فوق بصل قدام لا البصل فوق ولا بصل جوه قوي لا هي بصل قدام وبتبدأ تطلع لفوق وبتنزل وبتعمل الموضوع ده من 10 ل 12 مرة من 3 ل 5 مرات في اليوم نهاية لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتعلى الجرس علشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم كان معاك دكتور احمد الشامي دكتور علاقة طبيعة خاصة التغذية العلاجية ما تنساش تتابعني على الانستجرام باذن الله بنزل استوري اعمل لي فولو وحاول تسألني وما تنتظرش اجابة في اسرع وقت لان الرسائل كترت اوي 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 فعلا تعتذر على الناس اللي انا مش عارف ارد عليها وبس كده سلام عليكم اشتركوا في القناة